أن هم كيس بون نهارده عايز أقول لك إن الفوز ده تاريخي يا أستاذ بوهيب يعني نبدأ كده بالفقرة إن ده أول فوز لأي منتخب عربي أو أسياوي على منتخب الأرجنتين أو حتى منتخب البرازيل كمان يعني منتخب الأرجنتين ومنتخب البرازيل اللي هم العملاقين كرة القدم في العالم وفقارة أمريكا الجنوبية ما يخسروش أي مباراة قبل كده رسمية أمام أي منتخب عربي أو منتخب أسياوي سواء في كاس العالم أو حتى في كاس القراط يعني ما فيش منتخب عربي أو أسياوي على فيكسب ولا الأرجنتين ولا البرازيل في كاس عالم ولا كاس قراط أي مباراة رسمية على مدار تاريخ كرة القدم السعودية نهارده بتدخل التاريخ وبتعمل إنجاز تاريخي أول فوز لمنتخب عربي أو أسياوي على منتخب الأرجنتين فده طبعا يعني رقم مهم جدا تمام عندنا أحصائيات مباراة للأرجنتين والسعودية برضو هي المباراة الأهم طبعا ما أنا أحصائيات المتشاط التي تلعبت النهاردة لكن نبدأ بالمباراة الأهم بتاعة الأرجنتين والسعودية الأحصائيات بتاعة المباراة عايز أقولك أول حاجة الرقم برضو اللي يفاجئ الناس بشكل كبير جدا إن القيمة المادية كابتن رضا لعابة الفريقين القيمة المادية لعابة منتخب الأرجنتين 645 مليون يورو 645 مليون يورو الناحية الثانية قيمة لعابة منتخب السعودية 25 مليون يورو فقط يعني منتخب السعودية 25 مليون يورو يعني ميسي قيمته تقريبا ضعف قيمة عشان كده قلنا المستحيل ليس سعودية مزبوط في كل حاجة دي مفاقة كبيرة جدا أصدت كمان أحطت حتة قيمة المادية هنا معي عشان الناس تعرف المعجزة فعلا حصلت زي 25 مليون يورو بيتفاوقوا على 645 مليون يورو بس في حاجة أخلوت بعد إذن تفاضي يا كابتن يعني بعد ماتش النهاردة ميسي 600 وكل اللاعبة اللي هي بتاعة الأرجنتين 45 مليون لنتضح أن طالما ميسي ممسوك أو مش في حالته قول يا رحمن يا رحمة أيوة بس ده برضو يحسب للمنتخب السعودي أنه خرج لعيب بقيمة ميسي من المباراة حبيبي أنا ما بكلمش على دي أنا بكلم بس على اللعيبة اللي حواليه ميسي اللي هو محترف فينا ومحترف فينا اللعبك ويس أيوة بس النهاردة المنتخب السعودي الشيط التاني تحديدا حجم كل الكلام ده يلا التصويب على المرمى 14 تصويب على المنتخب الأرجنتين مقابل 3 للسعودية والمفاجأة أن الـ 14 تصويب بتوع الأرجنتين منهم 6 بين القائمين والعرضة السعودية كابتن رضا 2 فقط بين القائمين والعرضة اللي هما الـ 2 اللي دخلوا هدفين يعني السعودية على مدارة 90 دي مطلة ودل آه سددوا تسددتين لـ 2 هدفين يعني 2 بين القائمين والعرضة 2 هدفين خارج المرمى الأرجنتين 6 تصويبات السعودية ما فيش التصويبات اللي تصدى لها المدافعين 2 للأرجنتين و1 للمنتخب السعودي نشوف الأحصائية اللي بعد كده نكمل أحصائيات المباراة ده الاستحواز على الكرة 51% لمنتخب الأرجنتين 24% لمنتخب السعودية وكان فيه 25% كرة ما بين المنتخبين يعني الوقت الأحصائيات الجديدة أستاذ مهيب أن حتة الاستحواز بيبقى فيه جزء من المباراة كرات المعلقة أو كرات الفلهاوة أو اللي بتتلعب مشتركة ما بين المنتخبين ما بتخشش في استحواز أحد المنتخبين فده لنسبة الاستحواز إجمال التمريرات المنتخب الأرجنتيني 593 تمريرة منهم 525 تمريرة صحيحة الناحية الثانية المنتخب السعودي 267 تمريرة منهم 194 صحيحة الكرات العرضية 36 كرة عرضية تلعبت للأرجنتين على مدار المباراة منهم 15 عرضية صحيحة الناحية الثانية المنتخب السعودي 12 كرة عرضية منهم 4 صحيحة الأحصائية الثالثة اللي معنا في المباراة الأرجنتين والسعودية ضربات الركنية 9 للأرجنتين مقابل 2 للسعودية الأخطاء سبع أخطاء على الأرجنتين 21 خطأ على المنتخب السعودي التسللات 10 تسللات على الأرجنتين ودي طبعا تعتبر نقطة سلبية كابتن ريدا انت راجل يعني بتعكورة وفاهم أنهما يقعوا في الأفساد 10 مرات دي طبعا سلبية من عندهم ويعتبر تفوق للمدفع المنتخب السعودي أن كلهم كانوا بيعفوا على خط واحد ويكشفوا الأفساد تسلل واحدة على السعودية الانزارات 6 للصالح المنتخب السعودي بدون ولا انزار على الأرجنتين آخر حاجة معنا في جزئية المباراة دي اللحصيات الأبرز لعيبة في المباراة يمكن أكتر لعب سدد على المرمى كان ليون الميسي